عندنا شاهد إلى حي موجود مثلا لا يملكوا هاي الشهادة قصة ابن ساعدة ما نقدر نعترف بشهادته لأنه ليس لها شاهد تحت ضوء التاريخ حتى قبر الرجل معه أصنع شكرا واحد يقول هذا أنكره ماكوا عسما قصة ابن ساعدة لكن هذا ما يقدر ينكره موجود وكل من يتكلم على حياته يعرف قصته فهذا من دلائر رسول الله وشواهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد الثالث الذي نذكره أيضا ونختم فصل الشواهد ونتكلم على المعاجز في درسنا القادم إن شاء الله الشاهد الثالث بعد مجيء الإسلام بعد مجيء الإسلام وذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة جاء مجموعة من المسلمين من أهل اليمن من أهل الصنعاء طبعا لازم نعرف سيرة النبي يجب أن نعرفها جيدا حتى نعرف نحلل الوقاع التي مرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم نعرف ونحلل كلام النبي العظيم إذن لازم نعرف سيرته وقيمة هذه الكلمة من خلال معرفنا لسيرته هذه تعطينا قيمة لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي هذه القصة أن رسول الله لم يرى اليمن أو لم يقم بزيارة إلى صنعاء ما شاف صنعاء طبعا صنعاء عاصمة قديمة وصنعاء موجودة من سبق موجودة عن صنعاء عاصمة قديمة قبل أولادة النبي صنعاء موجودة عاصمة اليمن لكن رسول الله لم يرى اليمن في حياته ما شافه ولا شاف صنعاء جاءه المسلمون يوما أو عدة من الناس من أهل اليمن أسلموا على يديه عرب اليمن إجوا عنده أسلموا عنده فصاروا مسلمين ثم قالوا له يا رسول الله أنت من دينك الصلاة لاحظوا هذه القصة إلها شاهد يعني إلها شاهد عائش تحت ضوء التاريخ أنت من دينك الصلاة وصلاتك إلى القبلة إلى الكعبة وكيف نحن نسأل كيف نهتدي للكعبة إحنا بصنعاء موين شلون قبلتنا قبلتنا كيف نعرفها فقال صلى الله عليه وسلم قالوا إحنا نريد نبني مسجد في صنعاء شلون نندل الكعبة تخيل صنعاء وين الكعبة ومكة وين فيريدون يخلوها والرجل لم يذهب إلى اليمن قال عندكم جبل ظين قال نعم هذا أطراف صنعاء قال جعلوا محراب مسجدكم على قمة جبل ظين فيعدكم جبل اسمه ظين قال نعم قال ابنوا المسجد وخلوا المحراب على مباشر على القمة قمة جبل ظين هاي قبلتكم صلوا على قمة جبل ظين هذولي راحوا وبنوا المسجد لا زال المسجد موجود العجيب هناك ناس قبل عشر سنين شباب مجموعة شباب لما دخل الانترنت وقوكل عليه السلام وهي الوسائل المعرفة هناك بحثة الآن تقدرون تشوفوه على الانترنت موجود اسمه جوغل يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المؤمنين عاملين دراسة من خلال صور فضائية لقمة جبل ظين اللي هي المحراب اللي يخلوه في صنعاء المسجد على قمة جبل ظين العجيب هنا طلعين خط من قمة جبل ظين يخرج إلى موكة إلى الحجاز القمة فقط القمة تجي سنتر على الكعبة مباشرة على الكعبة تضرب بالكعبة يطلع خط من قمة جبل ظين إلى يوصل إلى الكعبة وهذه تقدرون تشوفوها الآن أي واحد يروح يراجع جوجل يقدر يشوف هذه الدراسة صور فضائية بيطلب لك خط يطلع مستقيم من هذه القمة يوصل هناك هذا لا يمكن أن يقول إلا لرجل أنه من قبل السماء مبعوث من أين علم صلى الله عليه وآله اللي ما شايف أصلا الجبل ولا شايف اليمن ولا يعرف هاي القمة تصير على الكعبة كيف يعرف من علمه ومن أدراه لا يمكن يكون ذلك إلا أن نقول أن هذه من شواهد رسوله وهي موجودة القمة موجودة والدراسة موجودة بالأرقام يعطوك إياها هاي القمة بالأرقام تكون مقابل للكعبة والقصة سنة عشرة أو سنة تسعة لمن إجوا اليمن إلى رسول الله سنة عشرة معروفة اسمها عام الوفود حتى أسماء الوفود هاي السنة منه إجاه وكيف يتعاملوا إياهم أعتقد سنة تسعة معاشرة سنة تسعة للهجرة عام الوفود هنا سنتين التاسعة والعاشرة يسموها عامي الوفود كانت الوفود تجي تبايع وتظهر الإسلام من هذا الوفود معروف عددهم وأسماهم كل اللي تطرق لسيرته وأن رسول الله بأبي وأمي أخبرهم بذلك أنه أسسوا مسجدكم على قمة جبل الظين وتبين هذه القمة الآن بالصور الفضائية تكون مباشرة للكعبة المشرفة مما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد موجود والجبل موجود بعد وأحداثها وملابساتها كلها مذكورة تحت ضوء التاريخ لا يمكن إلا أن يذكرها الإنسان هناك شاهد أخير أذكره لا بأسه بذكراه إذا كان يسعني الوقت وإلا أترك أفضل لعلنا أتركه في أيضا أن ما بين أبواب الجنة النبي عنده حديث أبواب الجنة ما بين مصرع ومصراء ما بين مصرع ومصرع بابل جنة كما بين بصرة وهجر ما بين بصرة وهجر هذا القصة سنذكرها أين بصرة وأين هجر بصرة الشام وهجر رح أذكرها وأذكر الشاهد في درسنا القادم إن شاء الله شاهد أخيري نذكرها ونأتي إلى بحث مع جزه صلى الله عليه وآله وسلم فتحصل من ذلك كله نحن أن شواهد الرسول يملك شواهد على نبوته الشريفة شواهد لنبوته تعيش تحت ضوء التاريخ وهذا لم يتفق لأي نبي غيره وبالتالي نحن مؤمورون أن نأخذ معارفنا الدينية وقيمنا السماوية منه صلى الله عليه وآله وسلم ولا قيمة ولا شرعية لكل معرفة لا تنتهي له صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله على محمد وآله الطاهرين وآله الطاهرين شكرا للمشاهدة